قف عند قلبك لحظة أغمض رؤاك كم دلت من نعم تمناها سواك سل من رعاك ومن هداك ومن كفاك سيضيء صوت من صدى الأعماق بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأجل التسليم أحباب الكرام الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم كثيرة نعم لا تعد ولا تحصى كما قال تبارك وتعالى وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار من أعظم النعم اللي الله سبحانه وتعالى أنعم بها علينا نعمة البصر هذه النعمة أحباب الكرام أداة خير إذا استعملها صاحبها فيما يرضي الله عز وجل إذا استعملها بالنظر إلى ما يرضي الله وبالتفكر في خلق الله كما قال تبارك وتعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون النظر إخواني وخواتي من أهم المنافذ إلى القلب وإذا أطلقته بدون قيد ولا ضابط قد يوقعك في الهوى لذلك أمر الله سبحانه وتعالى بالغض من البصر فقال سبحانه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وفي الآية التي تليها قال المولى تبارك وتعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن فالنساء كذلك مأمورات بغض البصر النبي صلى الله عليه وسلم يقول اضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة أصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا أتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم أحبابي الكرام لا بد أن نجاهد أنفسنا على غض البصر ولا بد أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع علينا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور كل الحوادث مبدأها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتري والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على خطري يسر مقلته ما ضر مهجته لا مرحبا بسرور عاد بالضرر سيضيء صوت من صدى الأعماق